يرفض أصحاب سيارات التكسي التعديل على أجور العددات الذي أقرته وزارة النقل قبل أسابيع بحجة أن انخفاض أسعار المحروقات لم يكن كافيا رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر ونائبه أحمد الجدوع طالبوا بإعادة النظر لأصحاب السيارات العمومية والتكسي في قرار تخفيض أجور النقل الذي وصفوه بالمجحف نحن مع التعديل بس هذا التعديل مجحف على السواقين لأنه ما ارتفع إلا هالتعديل نزل ولا شي نزل من المواد الموجودة اللي هي تكلفة السيارة الكوشوك المحروقات البوادي ما فيه شي نزل يعني بالرغم من اختفاض الله وهي غير مجدية يعني للسواقين احنا معهم احنا معهم لأنه الكيلو كان 21 قرص صار قديش صار 19 قرص السائق بمشي 350 كيلو بالنهار أو 400 بمشي منه 250 مليان 250 بخمسين دينار 25 للسيارة و20 بنزيم شو بصفاله 5 دلنير الصحيح تبلغنا في بداية الشهر عن أنه فيه تعرف جديدة يعني فيه عندك كلف فيه عندك التعديل بلشنا بالتعديل فيه عندك كلف تشغيلية كلف تشغيلية ثابتة وكلف تشغيلية متحركة الآن المحروقات من كلف تشغيلية متحركة نزلت المحروقات بس نسبة التخفيض أكبر نسبة التخفيض الأجور أكبر من نسبة التخفيض المحروقات أصحاب التكسي قالوا أن ضررا وقع عليهم بسبب هذا التعديل في ظل الزحامات المرورية التي تشهدها العاصمة عمان وأن عملهم أصبح دون جدوى فيه المسوقين يقولون أنه مجحب بحقنا وفيه زيادة على الكيلوات والتسعير هي هي مزبوطة أضحكي هذا الحكي مزبوط نية بالمية وبيه إجحاف وظلم للسوقين والاتكاسي يعني بظل الأزمات بظل الأزمات وزي ما تشوفوا أنتوا هيكوا بالبلد وطرح الشمسان يعني وينما رحت أزمة أنا ما عدلتش لسبب واحد أنه القيمة لما ينزل 10% وينزل لي نظل بنزين نص دينار أنا خسرني على 50 دينار 5 دنانير وهذا غير مقبول وغير عادل وحرام عليهم يعني المفروض يكون المعادلة تكون مقاربة بحالة أن الواحد لأنه ما يكون ضمان السيارة والمعادلة لأنه أنا خبت أخسر 5 دنانير من جيبتي أنا باش من جيبت صعب السيارة ظلم ومي الظلم لأنهم لما عدلوا وخففوا الأزمة بالبلد ما احنا شغلنا بالأزمة كل النهار أولا اثنين الكوشوك ما نزلوا علينا كله التشغيل ثابت 60 قرش البنزين غيره ما فيه ما بدنا يعني نخلهم حكمان حطوا 60 قرش ثانيات وبعدين 12 دينار هندفع كل 6 شهر لما نعدل عدلونا بس لا تأخذوا مننا مصاري ليش تأخذوا مننا مصاري وبين شكوى السائقين وقرار الحكومة بتخفيض أجور النقل لأبقى المواطن الحلقة الأضعف الذي عليه أن يدفع إجباريا في ظل تراخي وزارة النقل بتطبيق قرارها وغض الطرف عن المخالفين من قبل إدارة السير حازم السردي الحقيقة الدولية